ولذلك فلنبدأ بالتهيئة الاجتماعية طيب ما معنى التهيئة الاجتماعية دعني أتكلم عن البنت مثلا البنت معتادة أبوها أمها إخوانها أخواتها تعيش بينهم وربما بعض القرابات بعض بنات العم بنات الخال يعني الجارات الزميلات الصديقات هذا هو مجتمعه هذه هي حياتها هؤلاء الذين يشكلون أهم شيء في حياتها أمها أبوها أخوها أختها يعني بعض القرابات ربما المحيط الضيق الضيق نعم فجأة تنتقل من هذه البيئة بأخلاقها بمبادئها بقيمها بعرافها بتقاليدها تنقل إلى محيط آخر إلى بيئة أخرى هذه البيئة الأخرى حقيقة فيها اختلاف جذري وكبير وأحيانا مناقض لكل ما عاشت عليه في حياتها وهذا يمكن أن نرجع لها في سولة اختار لما تكلمنا في الحلقة السابقة في الغالب أخي عمر في الغالب الأعظم أنه لا يمكن أن تتكرر النفس النماذج يعني لا يمكن أن تعيش بيت أهلها كحياتها في بيتي زوجها مستحيل لا يمكن أن يكون الناس الذين تلتقي بهم هنا هم ستلتقي بهم هناك سيختلفون شاءت أم أبت لذلك التأهيل الاجتماعي مهم جدا التأهيل الاجتماعي ستنتقل إلى مجتمع آخر له عادات له أعراف له تقاليد له أخلاق له قيم له أشياء يهتم بها لا بد أن تهيأ أن تقوم بهذا الدور كيف تبني علاقات مثلا مع أم زوجها مع والدي زوجها مع أخوات زوجها طيب كيف تحيط تكسب قلوب هؤلاء جميعا كيف تستطيع أن تكون مؤثرة كيف تكون ناجحة صحيح المجتمع الستاتي إليه سيكون مناقض ومخالف في أشياء كثيرة للمجتمع التي تعتادت علي في بيتها صحيح لذلك لا بد أن تهيأ الشاب نفس حكاية يعني يعرف من أبوه أمه إخوانه أخواته بعض قرابته من أولاد عمامه وأخواله أو أصحابه وأصدقائه ثم سينتقل فجأة أنه سيكون رب أسرة صحيح سيتأتي فتاة لم يعتد على أخلاقها ولا قيمها ولا مبادئها ولا أخلاق ولا اهتماماتها ولا اهتماماتها ثم لن تكون نسخة مكررة من أمه ولا من أخته نفسية مستقلة حياة مستقلة تقاليد مستقلة مبادئ قيم أعراف مختلفة طب هل سينجح أو لن ينجح تمام هذه قضية لابد أن يهيأ لها الأبناء أو البلات طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى لا إله إلي الله لماذا قال له تأتي قوم أهل كتاب يعني أعرف البيئة التي ستذهب إليها المجتمع الذي ستغدو داعية فيه عليك أن تتعلم ماذا ما هي أخلاقهم مبادئهم كيف تأتي بالأشياء المؤثرة والمحفزة في حياتهم حتى تنجح وتكسب القلوب